السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعون بإحسان إلى يوم الدين أما بعده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يورجع الأمر كله على نيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك ولا توكلنا إلا عليك ولا ثقتنا إلا فيك اللهم املأ قلوبنا بحبك والرجاء في عطائك والخوف منك يا رب العالمين أخواني وأخواتي ما زلت معكم في هذه السلسلة مباركة سلسلة أمراض مهلكة وقلت لكم إن كل مرض متعلق بالبدن أي مرض متعلق بالبدن إذا صبر عليه الصاحبه فهذا خير له في الدنيا وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم وصب المؤمن كفارة أي مرضه وتعبه وألمه كفارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إذا مرض العبد يقول الله لملائكته أنا قيدت عبدي ولعبدي عندي عهد إن أعافيه أذره يمشي على أرض وليس عليه خطيئة وإن أقبضه أدخله الجنة وقال صلى الله عليه وسلم وإن العبد لتكون له عند الله أي في الجنة المنزلة لا يبلغها بعمله مهما صام مهما صلى مهما اكتد في طاعة الله لن يصل إلى هذه المنزلة قال النبي صلى الله عليه وسلم فليزال الله يبتليه حتى يرفعه إيها فأي مرض في البدد إذا نزل بالإنسان فصبر واحتسب ده خير كبير خير عظيم للإنسان بل كثير من الأمراض تكون شهادة للإنسان أي شهادة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيدة فيكم فالصحابة بيقول للنبي اللي مات في الجهاد يقول لهم إن شهداء أمتي إذن لقليل فيذكر المبطون شهيد المبطون اللي عنده داء في البطن فهذا شهيد فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المرض ده كان شهادة لصاحبه في الدنيا سبحان الله ورفعه ومنزلة له في الآخرة ولكن إلا نوع معين من أنواع الأمراض إذا نزل في الإنسان ضاع الإنسان والأمراض دي هي أمراض القلوب اتكلمنا عن مرض الإعراض من 3-4 حلقات واتكلمنا في الدرس الماضي عن مرض اسمه عمل قلب وبينت ليكم يعني إيه عمل قلب هفكركم كده بالدرس الماضي سريعا لما قلت لكم إن القلوب نعين في قلب أعمى وفي قلب مبصر متفكر في قلب أعمى وفي قلب مبصر متفكر القلب الأعمى ضربت لكم نموذج بحد من أصحابي عمل حدثة الناس ميتة في الأرض الأجساد ملقاة في الأرض ما بين دماء وأشلاء وما بين واحد صاحبي بيقول لي وأنا في العربية كل عربية أفل علي ومتقصر ومتبهدل وبنزف من كل مكان وأفاجأ أنه أنا بستغيث بالناس أنه ما ينقذوني مما أنا فيه وأفاجأ أنه في حد جاي بيتظاهر أنه بينقذني وبيقلعني الساعة بيسرقها بيسرقها فلا الدماء أثرت فيه ولا الموت أثر فيه ولا الأجساد الملقاة على الأرض ما يتأثرت فيه وده داخل يسرق ساعة إنسان كان بيموت في هذه اللحظة ده قلت لكم فيه المشكلة الآن مش في عينه ولكن المشكلة في قلبه العين شايفه شايفه الحدث كامل ولكن المشكلة في القلب وهذا ما عناه الله بقوله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور المشكلة مش في القلب وذكرت ليكم نماذج أنا بفكركم بس بهذا النموذج يعني إيه عمل قلب النموذج التاني هي مسألة بصيرة القلب وتفكر القلب القلب اللي مع كل حدث من الأحداث اللي بتكون حواليه بسرعة بيفكر القلب يفكر ويبصر الأحداث دي إيه العظة والعبرة منها كما حدث مع سفيان الثوري رحمة الله عليه وهو يعلم أصحابه والتلامذة وكان مولع يعني مصبح فانطفأ المصبح الزيت انتهى فالمصبح انطفأ زي اللمبة الجاز اللي كانت عندنا زمان كده الجاز كان لما بيخلص اللمبة بتطفي فنفس الكلام هم مقاعدين بالليل عمل يعلمهم ويفهمهم أمور الدين المصبح انطفأ فقام أحد طلاب العلم وضع في المصبح زيت وأوقد المصبح فلما أنار المصبح وجد الطالب سفيان الثوري بيبكي بكاء شديد فبيقولوله يا إمام ما يبكيك هذا البكاء فقال ذكرتني هذه الظلمة ظلمة القبر الظلام اللي أنا فيه دلوقتي ده فكرني بظلمة القبر فبكيت هو ده اللي احنا لازم نفهمه فارق كبير بين هذا القلب وبين هذا القلب بين القلب اللي هو أعمى عما يدور حوله وبين هذا القلب المبصر المتفكر وقلت لكم ان المرض ده عقوبته كبيرة جدا في الدنيا وعقوبته كبيرة جدا في الأخرة من عقوبته ان سبحان الله عمل إنسان في الأخرة كما قال الله سبحانه وتعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الأخرة أعمى وأضل سبيله وقلت لكم ان قتاده ويعلق على هذه الآية أنه يرى كل شيء إلا طريق النار فقد عمي عنه فيهوي في النار نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة أن يكون الإنسان يوم القيامة بلا حجة ما عندهوش حجة يتكلم بيها من إيدينا ربنا عز وجل ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجابتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء عميت عليهم الحجج اللي يتكلموا بيها مع ربنا سبحانه وتعالى أن يوم القيامة هذا الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعفية ينال كتابه بيمينه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة ومن كان في هذه أعمى فجعل الله سبحانه وتعالى السبب مكان العقبة إن لأنه كان أعمى أخذ كتابه بشماله يوم القيامة كذلك أيضا أنه يكون مصير النار قال الله سبحانه وتعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وصمّا عميا وبكما وصمّا مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا دي عقوبة هذا المرض عقوبة هذا المرض طبعا مع عقوبات الدنيا كما ذكر الله سبحانه وتعالى في شأن قوم ثمود وفي شأن قوم نوح في شأن قوم ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون وقلنا إن المرض داله صور متنوعة منها أن يعمى عن الاعتبار بالأحداث أن يكون في عن دعمة عن الاعتبار بالأحداث التي تدور حوله كما قال الله في صورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هو أعمى عن الاعتبار بالمواقف التي تدور حوله مجموعة شباب بيشربوا مخدرات مع بعض واحد منهم مات بجرعة مخدرات زيادة ولسه الباقي مكمل ولسه الباقي فعلا مكمل لما في يوم من الايام مجموعة بنات مع بعض كلهم امهات واحدة منهم يعني بنتها مبهدلها اخر بهدلها سامتها بالفعل سوق العذاب بتشتمها وتهنها واعدم صاحباتها بتقولهم امبارح زقتني امبارح زقتني اللي ناقص ان هي تضربني متخيلين المشهد ده وتقولهم اللي مصبرني ان انا كل اللي بنتي بتعملوا فييا انا عملته في والدتي زمان فانا شايفة الان ان ان ده سلف ودين اللي انا عملته زمان بيتعمل فيه النهاردة وتخيلوا هي عملة تحكي واصل صاحباتها الكلام ده منهم واحدة ما بتكلمش ووالدتها ومؤذية لوالدتها فهي لم تعتبر هي مش شايفة اصلا ان في عقوبة حصلت لصاحبتها فهي تبدأ تصلع علاقتها مع اهلها لا هي مش شايفة الكلام باصلا هي فعامة تماما فالنوع الاول هو العامة عن الاعتبار بالاحداث اللي بتكون حوالين الانسان يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة وعفية كبير بيكلمني دكتور بيقول لي انا يعني عايز اعمل مستشفى معايش فلوس فخدت قرد ربا ويكبير جدا 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 وعملت المستشفى وبيقول لي سبحان الله من يوم ما عملت المستشفى كمية الخسائر غير طبيعية مريض مش عارف يعمل ايه وهو في حالة غيبوبة او في حالة صرع يشد جهاز يوقع جهاز مثلا بنص مليون جنيه ومش عارف عربية الاكسوجين بتنزل انا بيبي الاكسوجين فتغبط مش عارف ايه تكسر ايه فبيقول لي كل يوم خسائر 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 لدرجة ان انا عرفت بقى رغم ان الناس كانت بتحذرني زمان قد بالك الربح حرام يقول انا فضلت اعمل كده والله انا قاعد في قلب المسجد هو بيحكيه الكلام ده جسمي خلاص مش قادر يقول لي العجيب بقى نفاجأ بقى ان واحد صاحبه برضو عايز يعمل مستشفى بعد ما حكيت له القصة دي كلها يقول لي سبحان الله راح برضو خد قرد ربوي وفي نفس الوقت عمال يخسر وانا عمال ابو الصوليو كده من بعيد معقول انت ده انت كنت معايا في المستشفى وشايف الوضع عمل ازاي فاذنوا بحرب فاذنوا بحرب بس مش شايف هو للأسف مش شايف نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية العمى عن الاعتبار النوع التاني العمى عن نعم الله عز وجل فكم من نعمة آتاها الله سبحانه وتعالى لنا وبعض الناس نسأل الله السلامة والعافية وبعض الناس هو مش عارف أدئي النعمة دي غير بيتمناها غير بيتمناها ومع ذلك هو أعمى عن النعم هو أعمى عن النعم ولا يشكر ربه عز وجل على هذه النعم بل يأخذ هذه النعم ويسخرها في معصية الله سبحانه وتعالى واحد ربنا أعطاه ذكاء خارق فهو بيفكر يعني الآن يبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى النوع التالت العمى عن قدرة الله سبحانه وتعالى وده اللي كان موجود مع الأم السبق كان عندهم عمى تام عن قدرة الله سبحانه وتعالى مش عمى في البصر عمى في البصيرة فأهلاكهم الله سبحانه وتعالى العمى عن الأخرة كما قال الله سبحانه وتعالى بل اتدارك علمون في الأخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون واتكلمنا عن هذه الصور من العمى منها طبعا العمى عن شرع الله سبحانه وتعالى وهو المراد من قول الله سبحانه وتعالى ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آيتنا أي شرعنا فنسيتها كنت في عمى عن شرع الله عز وجل فلم تطبقه وكذلك اليوم تنسى نسأل الله السلامة حد ممكن يسألني طب يا شيخ هو العمى اللي بيصيب القلوب ده العمى ده أسبابه إيه أسبابه إيه علشان نبعد عن هذا المرض نبعد عن هذا المرض تماما ولو شفنا حد من اللي حوالينا عنده هذه الأسباب نبدأ نحذره منها الصورة الأولانية ودي من أهم الصور اللازم نقبلنا منها خدوا بالكم ركزوا معايا واحدة واحدة العمى هو فقدان نعمة البصيرة نركز مع بعض العمى هو فقدان نعمة البصيرة البصيرة دي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى ينقيها الله سبحانه وتعالى في قلوب الخلق وبصوا كل الخلق أعطاهم الله عز وجل هذه البصيرة كل الخلق بلا استثناء أعطاهم الله عز وجل هذه البصيرة فقلوبهم ترى الحق من الباطل الخير من الشر كل الخلق حتى والله أعطى الله هذه البصيرة للحيوانات والدواب والبهاء كنت زمان أعض مع والدي في البلد كده لما بنزور أهلنا في البلد فنبقى قاعدين قدامنا بقى الصنية فيها الفراخ ومش عارف إيه وإيه وأكل ما شاء الله فالقطة لما تيجي تقعد جنبك وترملها حتة اللحمة كان أبويا يقول لي كده لو رمت لها العظمة أو الجناح فرخة مثلا عشان تاكله لو أنت اللي حطت الأكل بإيدك كده هو هتيجي القطة في كل سلام وأمان علشان تقعد جنبك وتاكل طب ولو خطفت تجري فربنا يقول البصيرة دي ربنا جعلها أبويا كان يقول البصيرة دي ربنا جعلها في كل الحيوانات والبهاء من الحوالينا فضلا إن هي تكون موضوع عند الإنسان ولكن للأسف إحنا في كتير من الأوقات البصيرة دي إحنا اللي بنتمسها بأدينا فبتنتمس البصيرة وينزل العمى إلى القلب فخلونا نتفق من البداية إن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقك أن جعل في قلبي كل واحد منا بصيرة إن قلبي كل واحد منا عنده التفكر والتعاض والاعتبار ده بس المشكلة إحنا اللي بيقدينا في كتير من الأوقات بنعمل حاجات بتوصل في النهاية إلى إن الإنسان ده يكون قلبه أعمى إزاي بقى؟ أول حاجة أول حاجة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية البصيرة دي خلونا نشبهها زي نبتة صغيرة عندنا في البيت بتزيد بحاجات وبتموت بحاجات البصيرة تزيد بأوامر الله سبحانه وتعالى وتموت لو منعناها ده زي النبتة لو منعناها الشمس لو منعناها المية تبدأ النبتة دي تموت لإن إحنا أفقدناها مادة الحياة بصيرة القلب اللي ممكن تأخذ العظة والعبرة من كل موقف بيدور حواليها البصيرة دي بنمدها بنزودها بالطاعة والعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى يوم ما بنمنع عن البصيرة الطاعة والعبادة والقرب من ربنا سبحانه وتعالى بتفقد تماما هذه البصيرة ويتحول القلب نسأل الله السلامة والعافية إلى قلب أعمى شوفوا ربنا بيقول إي قال الله سبحانه وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة بصوا فعموا وصموا يبقى هنا كان السبب الأساسي إن الأنبياء لما بعثوا بعثوا بالطاعات والعبادات والقربات من الله سبحانه وتعالى فالأمة لما تكتهد أن يتطبق الطاعات والعبادات دي البصيرة دي تنور فالإنسان يشوف الأمور على حقائقها إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفرقان ده في الألب جميل قال تعالى يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به الإنسان منه لما بيتق الله وبيؤمن وبيكتهد في العمل الصالح الألب بينور فيبدأ القلب بقى يشوف أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ده أُنْمُوزَج ده أُنْمُوزَج الإنسان الأيدي نزلت في عمر بن خطار رضي الله عنه إنه كان ميت بالكفر وكان في ظلمات لا يرى أما المؤمن أما المؤمن إذا أحياه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وأحياه الله عز وجل بعمل الصالح أنار الله سبحانه وتعالى بصيرته تبدأ العين بقى تشوف الأمور على حقائقها فبالطاعة وبالعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى البصيرة تنور طيب وفي حالة إن الإنسان مننا بدأ يطلق طاعة ربنا ويبعد عن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الحالة تنطفئ هذه البصيرة ويتحول الإنسان إلى أعمى القلب نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية فترك الطاعة وترك العبادة مؤذن بعمل قلب لأن البصيرة بتاعة القلب بتيجي من الطاعة والعبادة كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنت اتقوا الله يجعل لكم فرقانا بالإيمان بالعمل الصالح القلب ينور القلب عنده بصيرة علشان كده سبحانه وتعالى تلاقوا دايما أهل القرآن أهل الدين أولياء الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين المتقين سبحانه وتعالى يقولك يقولك يا ابني بلاش الطريق ده تروح كده الشيخ يقولك يتسأله في حاجة يقولك يا ابني بلاش الطريق ده الطريق ده أخرطه وحشا تخليك في الطريق ده بعض ناس تعاند وتمشي في طريق الغلط وتفاجأ بعد كده أن هي عمالة سبحانه الله تبتلى فيقول الشيخ ده ربنا كان منور بصرته الشيخ ده هو كان ربنا منور بصرته والدك سبحانه الله أبقنا الأدام بقى أبقنا وأجدادنا اللي كانوا على دين وكانوا على عبادة وكانوا على أخلاق كان الواحد منهم ينصح الابن أو ينصح العفيد يا بني بلاش دي وسبحان الله ترى بالفعل ان ديكت ناس ربنا منور بصائرها والسبب في ذلك عبادة وطاعة وقرب نفهم من ده ان من اعظم الاسباب التي تؤدي الى عمل قلب وانطفاق نور البصيرة البعد عن طاعة الله عز وجل طب والامر التاني معصية الله سبحانه وتعالى ما احنا شبهنا البصيرة زي النبات امتى النبات يموت لما امنع عنه مادة الحياة اللي هي العبادة او ان انا ادي له مادة سمة احط للنبتة دي بدل المياه جاز هتموت هتموت يقينا كذلك ايضا من اكتر الاشياء اللي تطمس على القلب والذنوب والمعاصي تنزل على القلب كده تغطي القلب فالقلب خلاص ما عادش شايف اصلا اسود القلب انطفق النور داخل القلب ما عادش فيه بصيرة بقى فيه عمى قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم الران اللي يغطي القلب كما سأبين لكم الان كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اي ما قدموا من ذنوب ومعاصي تمسط على قلوبهم خلاص القلوب ما عادش شايفة قال الله سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا القلب بيشوف نكتت له في قلبي نكتة سوداء ونكتة اخرى ونكتة تلتة وربعة وخمسة وستة حتى تغطي القلب فيقول صلى الله عليه وسلم وذلك الران في قول الله كلا بل ران على قلوبهم أفرأيت من اتخذ إلهه هو هو وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فضل يتبع هوا يتبع هوا ولما فضل يتبع هوا كانت النتيجة ان القلب تغطى ما عادش القلب شايف زي بالضبط الانسان واقف قدام مراية محطوط عليها ملاء سوداء المراية لما تحط عليها الملاء السوداء لا تنطبع الصور فيها فما عادتش شايفة خلاص زي بالضبط أنا الكاميرا اللي بتصورني دي أنا حطيت على العدسة الغطى بتاعها ما عادتش شايفة الذنوب والمعاصي بتعمي القلوب وعلشان كده سبحان الله تلاقوا أكتر ناس في التخبط وأكتر ناس عايشين في ظلام شديد مش شايفين أصلا هم أصحاب المعاصي وربنا وضح لنا الظلم اللي موجودة في قلوبهم فقال أوكى ظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج أيده لم يكد يراها تلاقي سبحان الله الشاب العاصي لله سبحانه وتعالى البعيد عن ربنا العمل يعص ربنا سبحانه وتعالى والله لا يأخذ قرارا صحيحا أبدا في حياته لما يجي يتزوج يأخذ القرار غلط لما يجي يشتغل يأخذ القرار غلط لما يجي يعني مشروع يأخذ قرار غلط كل حياته لغبطة في لغبطة كل حياته كده لغبطة في لغبطة ويجي يقول يا شيخ أنا حياتي كلها أنا في ضياع يا شيخ أيوة ما هو العمل أيوة ما هو العمل القلب مش شايف القلب مش شايف فبسبب الذنوب والمعاصي كتير بسبب الذنوب والمعاصي كتير القلب معاش شايف القلب بقى أعمى فمش قادر يأخذ قرار مش قادر يأخذ قرار والدته تجيب له الزوجة الصالحة الدينة المؤمنة الفاضلة يسيبها ويروح لوحده هو عارف انه كانت ماشية مع واحد واثنين وثلاثة واربعة قبله وهو عارف كده حياته كلها سبحان الله من عدمة التوفيق ليه القلب مش قادر يشوف قانم بقى وربنا بيدينا مقارنة سبحانه وتعالى بين حال ده وبين حال ده او من كان ميتا كان ميت فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس قلبه نور خلاص جعل الله له نور قلبه نور خلاص فلما القلب نور فلما القلب نور بقى شايف الأمور صح شوف ربنا بيقول كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها في ناس كده ناس عيشة في ظلمات وتخبط عمل يتخبط يمين وش مال في واحد تاني ربنا سبحانه وتعالى منور له بصرته فهو عارف ماشي ازاي فارق كبير من الاثنين قال الله سبحانه وتعالى في شأن المعاصي اللي بتطمس على القلب والقلب مش شايف الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أصبحت ملاعى للناس أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم هنا بيعمل معاصي وهنا بيقطع الأرحام قال تعالى أولئك الإنسان بيتخذ قرارات خطأ وبيكون عنده عمى في القلب بصه وركزه معايا أكتر حاجة الشيطان بيكون حريص عليها القلب لأنه عارف قد إيه القلب ده مهم في حياة أي إنسان علشان كده القلب الشيطان جمع كل قواه إنه يوصل إن الإنسان إنه ده يكون أعمى إنه يكون مش شايف أصلا قال الله سبحانه وتعالى بصوا بقى حال المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون مبصرون هم مش بالعين بالقلب ده عندهم بصيرة ويكأن ربنا بيوضح لنا في الآية إن مس الشيطان عمى وذكر الله عز وجل بصيرة للقلب فربنا في الآية الوحدة جمع لنا سبب وعلاج جمع لنا سبب من أسباب عمى القلب وهو الشيطان اللي دايما بيبقى حريص إنه يجي يمغطي على القلب كده ويضع لنا ربنا سبحانه وتعالى العلاج فيقول لنا تذكروا فإذا هم مبصرون شايفين الأمور على حقائقها وعلى قدر ما يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل ذاكرا لله عز وجل بهذا القلب على قدر ما يضيء هذا الذكر النور في القلب فيكون القلب ده قلب مبصر مش قلب أعمى قلب مبصر مش قلب أعمى الأمر الخامس من أسباب مرض القلب ومخالفة منهج الأنبياء والبعد عن وحي السماء ما تنسوش الجملتين دول مخالفة هدي الأنبياء والبعد عن وحي السماء ربنا سبحانه وتعالى أنزل الوحي من السماء علشان ينور بصائرنا علشان ينور قلبنا في كتير من الأوقات ناس بتخالف الأنبياء وتخالف وحي السماء وتستغني عن وحي السماء فيبقى ماشي في الدنيا أعمى بيبقى ماشي في الدنيا أعمى أما على قدر قرب العبد من هدي الأنبياء ومن وحي السماء على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بينور له هذه البصيرة قال ربنا تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى الكتابة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس قال الطاهر بن عشور رحمة الله سبحانه وتعالى عليه أشار بقوله بصائر للناس إلى بيان الحكمة من أرسال الرسل للرسل ربنا أرسلهم علشان ينوروا قلوب الناس علشان ينوروا قلوب الناس قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم بصائر من ربكم وهدى ورحمة قال تعالى قال تعالى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنت عليهم بحفيف القرب من الأنبياء القرب من الصالحين ده اللي بيوصل إن الإنسان يبقى عنده بصرة في القلب السبب السادس من أسباب عمى القلب إن أنا مقرب من الناس اللي عندها عمى قلب فيبدأ المرض يتناءل من عندي لعندهم أو من عندهم لعندي القرب من الناس اللي عندهم عمى بصيرة أصلا وأنا دايما بنبه على أخواننا وعلى شبابنا وعلى بناتنا أمراض القلوب بتنتقل كما تنتقل أمراض الأبدان القرب من الناس اللي عندها عمى في القلب وكلت بصيرة تلاقي المرض دا انتقل منه كده ورحلك نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة فعلشان كده إحنا محتاجين نبعد عن الناس دي محتاجين نبعد عن الناس دي وعلى قدر ما إحنا بنقرب من أصحاب البصائر على قدر ما ربنا سبحانه وتعالى بنور لينا قلوبنا فإحنا خدنا الآن خطورة هذا المرض وأخدنا صوره وأخدنا أسبابه واتبقى معنا بقى علاجه إزاي نعالج هذا المرض إزاي نعالج هذا المرض بصوا البصائر أو البصيرة اللي ما ربنا سبحانه وتعالى بينزلها في القلب نوعين نوع كسبي نوع كسبي ونوع وهبي يعني إيه كسبي ووهبي فيه نوع إن ربنا سبحانه وتعالى إذا أحب إنسانه وهبه البصيرة زي عمر بن خطر رضي الله عنه كده عمر رضي الله عنه كان إذا تكنل بالكلمة نزل وحي موافقة لكلام عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يعني ألا نصلي خلف مقام إبراهيم فينزل قول الله تخذه من مقام إبراهيم مصلى يا رسول الله مر نساءك بالحجاب فتنزل آية الحجاب هكذا كان حال يا رسول الله يعني ألا تسأل ربك أن ينزل أنا بيانا شافية في الخمس فنزلت آية تحريم الخمس يبقى إذا ده نوع وهبي نوع هبة من الله سبحانه وتعالى لعباده طب والنوع ده نعمل في إيه إن إحنا ندعي ليل نهار ندعي ليل نهار شوفوا النبي كانت من دعوته واجعل في قلبي نورا كان كل يوم بالليل لما يقوم بالليل يدعو بهذا الدعاء وفي رواية بعض الروايات إنه كان لما ينزل إلى المسجد كان يقول لو ما اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وفي قلبي نورا وفي قلبي نورا ادعي كتير ادعي كتير إن ربنا سبحانه وتعالى يهبك يهبك هذه المنزلة يهبك منزلة البصيرة وفي نوع اسمه كاسبي ويعني إيه بقى الكاسبي إن أنت تدور إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينور ليك بصرتك إنك تدور إزاي ربنا سبحانه وتعالى ينور ليك بصرتك طب أنا أدور وأبحث إزاي اكتسب البصيرة ازاي واحد بعد الدعاء واللجوء الى الله سبحانه وتعالى انه ينور ليك قلبك وينور ليك بصرتك اتنين انك ترتبط جدا بكتاب الله سبحانه وتعالى لان ربنا سبحانه وتعالى في كتاب يوضح ان النور الحقيقي في القرآن دور على القرآن قال الله تبارك وتعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الامام زي اكتري من الناس مش عارف يمشي هنا ولا هنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء عبادنا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ارتبط جدا بالقرآن ليه القرآن بينور البصائر القرآن اصلا ربنا سمى بصائر ووصفه بكونه بصائر قد جاءكم بصائر من ربكم البصيرة موجودة في القرآن ليه لان القرآن بيرسم ليك الحقيقة بتاعت الدنيا ويرسم ليك الحقيقة بتاعت الاخرى ويرسم ليك الحقيقة بتاعت الطريق بتاعك في الدنيا ويرسم ليك الحقيقة بتاعت طريقك في الاخرى فالانسان لما بيرى ده يبصر خلاص يبصر خلاص القرآن بيرسم ليك حياة المعصية شكلها عمل ازاي وحياة الطاعة شكلها عمل ازاي يرسم ليك حياة المعصية فكأنما خر من السماء حالة الرعب والخوف الموجودة دايما عند العصاة فتخطفه الطير حالة الشتات واحد نازل والنسور عمالة أطلع فيه حالة الشدات اللي موجودة فيه أو الشياطين عمالة تكتنفه من كل طريق أو تهوي به الريح في مكان سحيق يشعر بقى بحالة عدم الأمان والخوف والرعب واضح رسم لنا الطريق سبحان الله فالارتباط بالقرآن الأمر الثالث الارتباط بالشرح بالطاعات بالعبادات ولازم نفهم أن كل تسبيحة نور جوى القلب بينور البصيرة وأن كل ركعة بتنور القلب ولازم نفهم كويس جدا جدا أن كل سجدة تفرق الوضوء بيفرق مجلس الذكر بيفرق مجلس العلم بيفرق الحضور للعلماء والمشايخ يفرق لازم نفهم ده قال الله سبحانه وتعالى ثم جعلناك بصوا على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ويذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية بأيتين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون الشرح الشرح العبادة الطاعة الأرب من ربنا نور جوى القلب نور جوى القلب الأمر الرابع أن تعرف قيمة تعرف قيمة وفضل التفكر والتذكر التفكر والتذكر ده فضي كبير جدا من ربنا سبحانه وتعالى وعطاء كبير جدا قال ابن عباس رحمة الله عليه التفكر في الخير يدعو إليه إنك لما تتفكر في الخير تتفكر في أجر قيام الليل تتفكر في أجر الصدقات يدعو إليه والتفكر في الشر يدعو للندم عليه إنك تعد تفكر كده الذنب اللي أنا عملته ده عقوبته عند ربنا تبقى جديدة جدا أنا عايز أتوب أنا عايز أرجع لربنا سبحانه وتعالى فالتفكر فيه خليك تبعت قال ابن القيم رحمة الله عليه وهذه الفكرة تثمر لصاحبها المحبة والمعرفة لما بنتفكر في نعم الله لإحنا اتكلمنا عليها صور التفكر صور العمى بتاعت الدرس اللي فات فتخيل بقى إن من صور العمى العمى عن نعم الله تعالى نتفكر في نعم الله سبحانه وتعالى فيه ناس دلوقتي في المستشفىات مش قادر تاخد نفسها بسبب المرض الموجود أسأل الله الشفاء والعافية لكل مرضى المسلمين فانت تقعد تفكر كده انت بتاعت نفسك بكامل أريحية ده يدعوك إنك تحب ربنا سبحانه وتعالى قوي لما سبحان الله تبقى راكب عربيتك كده وتعدي على المستشفى من المستشفىات وابنك راكب جنبك في العربية فتعدي على قب شايل ابنه كده والأسطرة جاية خارجة من بطن الولد كده فيها شوية دم ولا فيها مش عايف إيه فتضص كده على القب ده وها شايل ابنه المريض وانت تشوف ابنك معاك جنبك صحيح سليم فتقول ياه اللهم لك الحمد ده انت يا رب عطيني نعم كتيرة جدا فهذه الفكرة في النعمة تولث القلب المحبة تحب ربنا سبحانه وتعالى قوي إنك سبحان الله الصبح تصدقت بمبلغ بالليل يجي لك أضعافه فتفكر كده ياه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم فهذه الفكرة في النعم تضفي على القلب المحبة وتخيلوا قلب أحب الله سبحانه وتعالى كيف يكون حال هذا القلب عند الله عز وجل الأمر التالت الأمر التالت الفكرة في قدرة ربنا لحنا كنا نقول عليها المرة اللي فاتت العمى عن القدرة الفكرة في قدرة الله عز وجل مدعى لعدم معصية الله عز وجل كان بشر ابن الحارث رحمة الله عليه يقول بصوا والله لو تفكر العباد في عظمة الله لما عصوا الله شوفوا القلب المبصر لما يعد يتفكر كده سبحان الله قوم عاد اللي هم كانوا يعني يعني ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومع ذلك بشوية ريح أهلكهم الله فالما ينظر لهذه العظمة يا أمريكا أمريكا إعصار اسمه سندي خلى أمريكا عجزة وكل اللي تقدر تعمله إن تشيل المواطنين من الأماكن دي تنقلهم أماكن تانية تقولهم إحنا ما نضعش نعمل حاجة وده من الإعصار ده إعصار اسمه سندي وياخد اللي قدامه خلاص بقى الماء بتاع المحيط مغرأ البلد كلها وأمريكا وقف عجزة فالتفكر في عظمة الله يدعو الإنسان سبحان الله لعدم معصية الله لما نشوف تسناني اللي ياخد قرى كاملة كانت والعياذ بالله عراه ومعاصي وبعد عن ربنا يأخذ هذه القرى الكاملة من تفكر في عظمة الله لم يعصي الله سبحانه وتعالى وكان حاتم الأصم يقول ومن التفكر التبصر بالقلب بقى يزيد الخوف الخوف من ربنا عز وجل يزيد كذلك أيضا التفكر والبصيرة دي لما بتحض بقى مع نفسك كده هو ده بقى الميزان اللي يوزن لك حسناتك وسيئاتك التفكر والتبصر ده من إمته أن يخلي الإنسان منه يعني شايف عيوبه كويس كما كان الفضيل ابن عياض ويقوله التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك وكان سفيان الثوري رحمة الله عليه يقول التفكر والتبصر البصيرة كده لما بتنزل في القلب نور يدخله الله عز وجل في قلبك النور ده تبدأ تشوف انت ماشي في طريق صح ولا ماشي في طريق غلط سبحان الله حابب أختم معاكم بقول اللي عايز فعلا قلبه يبقى صاحب بصيرة يفتكر كويس ان البصيرة دي هي مفتاح رحمة الله عز وجل كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه البصيرة مفتاح رحمة الله عز وجل ألا ترى الرجل يبصر الأمور فيعتبر فيتوب البصيرة دي شفنا حدس على الطريق تبص كده على الناس وياميت أو الحدس أو الكلام ده سبحان الله البصيرة دي تدفعك دفعا للتوبة طبت انت دخلت رحمة ربنا سبحانه وتعالى عايز أقول لكم اللي عايز ينال البصيرة يقرب من أهل الإيمان يقرب من أولياء الله يقرب من العباد الصالحين ينير الله سبحانه وتعالى بصيراته بهذا اللي عايز ينال البصيرة بالفعل يسمع كتير عن الأخرى ويسمع كتير عن ربنا وعلى قدر ما الإنسان بيسمع كتير عن الأخرة وبيسمع كتير عن ربنا هو ده النور الحقيقي اللي بينزل في القلب فيصبح القلب قلبا مبصرا خدنا حلقتين كاملين عن مرض عمل قلب وإزاي نحول العمل إلى بصيرة أنتوا الأن سمعتم وبقى عندكم العلم والدورة دلوقتي عليكم حكتين أنكم تبدأوا تطبقوا الكلام اللي سمعتون النهاردة وأن أنتم تعلموا ده لغيركم إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم عرفوا الحق عملوا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جعنا لله وإياكم من أصحاب القلوب المبصرة المتفكرة واسألوا سبحانه وتعالى أن يرفع عمل قلوب عمن أصيب بهذا المرض هذا وصلى الله عن بنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم ربنا وحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك